في لبنان أزمة الشارع تتجه نحو المصارف مع استمرار الإجراءات والقيود المالية بحق المدعين اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية يلوح بإضراب جديد بسبب ما وصفه بالاعتداءات على القطاع وموظفين يأتي هذا الموقف في وقت شهدت فيه الكثير من البنوك محاولات اقتحام من المدعين لاستخراج أموالهم إثر الإجراءات التي اتخذتها المصارف بسبب الأزمة المستمرة في البلاد تطورات الشارع اللبناني تنقلها إلينا من بيروت مراسلتنا لاريسا عون ونتوسع في الملف بعد ذلك مع أستاذ القانون الدولي الدكتور بول مورقوس لاريسا مساء الخير ضعينا في أجواء هذه المسائل المتعلقة بالمصارف تبعنا خاصة على وسائل التواصل دخول المواطنين اللبنانيين إلى عدد من المصارف وبقاءهم هناك واعتصامهم هناك إذا جازت تعبير البعض منهم حصل على بعض مدخراتهم ضعينا في صورة ما يجري داخل المصارف نعم مهند التحركات الاحتجاجية أمام المصارف اللبنانية باتت من التحركات اليومية في أكثر من منطقة وفي أكثر من مصرف لبناني هذه التحركات انتقلت في الآونة الأخيرة من أمام المصارف اللبنانية إلى داخل المصارف حيث لجأ في بعض الأحيان لجأ المحتجون إلى الضغط على الإدارة إدارة المصارف لمساعدة بعض الزبائن على الحصول على أموالهم طبعا هناك قيود استثنائية فرضتها المصارف اللبنانية نتيجة الأزمة المالية هناك قيود بشكل خاص على السحوبات بالدولار الأمريكي والتحويلات إلى الخارج طبعا هذا ما أدى إلى نقمة والسياء كبيرة في صفوف اللبنانيين هذه الاحتجاجات طبعا في بعض الأحيان تحولت إلى جدل إلى إشكالات حصلت هناك إشكالات بين المحتجين وبين موظفي المصارف وفي بعض الأحيان اضطرت القوى الأمنية للتدخل هذه القوى الأمنية التي دخلت مجددا على خط المصارف بعد أن أعادت فتح أبوابها بعد احتجاجات السابع عشر من أكتوبر جميع المصارف اللبنانية توجد أمامها أكثر من عنصر أبني لحماية المصارف نتيجة تزايد هذه الاحتجاجات ليس فقط في الخارج ولكن بالداخل هناك بث مباشر في بعض الأحيان لهذه الاحتجاجات من داخل المصارف وكيفية الضغط على الإدارة للحصول على بعض أموال المودعين واليوم عبرت نقابة موظفي المصارف عن استيائها من ما وصفته اقتحام للمصارف من قبل بعض المشاغبين نقابة الموظفي المصارف اعتبرت أن هناك محاولة لتشويه سمعة القطاع المصرفي وطبعا هددت بالإقفال في حال استمرار هذه التحركات الاحتجاجية وشير مهند أن هناك من لجأ أيضا إلى القضاء في محاولة لتحرير أمواله نتيجة هذه القيود الاستثنائية وهناك تأكيدات من قبل جمعية المصارف ومن قبل المصارف اللبنانية بأن الودائع ليست بخطر ولكن هذه القيود والإجراءات الاستثنائية هي ضرورية لحماية الجميع ولحماية القطاع المصرفي بشكل خاص نعم تابعنا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي أن بعض اللبنانيين تمكنوا من الحصول على مبالغ أكبر من الحد الذي وضعته المصارف من خلال الاعتصام داخل هذه المصارف إلى أي حد هذا الكلام صحيح بالفعل هذا الكلام صحيح مهند وقد تكرر في أكثر من مصرف لبناني حيث نظمت وقفة احتجاجية داخل المصرف وكانت هناك محاولات للضغط على الإدارة للحصول على مبالغ طبعا القيود باتت أكثر تشددا من السابق في البداية كانت هناك صقف ألف دولار ربما في الأسبوع انخفض إلى خمسمائة وإلى مئتي دولار في بعض المصارف اللبنانية ولكن بفضل هذه التحركات الاحتجاجية المرافقة للتحركات الأخرى التحركات داخل المصارف ساعدت في الضغط على الإدارة التي كانت محرجة نوعا ما واضطرت ربما للاستجابة لطلب الزبائن بالحصول على مبلغ أكبر من الصقف الذي حددته المصارف شكرا جزيلا لك لاريسا عون مرسلة سكاينيوز عربية مباشرة من بيروت ومن هناك نضم إلينا الآن أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جستيسيا الحقوقية الدكتور بول موركوس دكتور موركوس مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار لافت هذه المسألة المتعلقة بالمصارف مصارف تقول أنها أولا لديها قيمة معينة لا يمكن تجاوزها في السحوبات الآن المواطنين على ما يبدو أخذ الأمور بأيديهم ويتوجهوا إلى المصارف ويعتصمون هناك البعض أخذ فرشات للنوم كما فهمنا ويرفض مغادرة المصارف قبل أن يصحب مدخراته إلى أين تسير هذه القضية برأيك دكتور طبعا هذا مشهد كاريكاتوري لكن الأمور عادت واستتبت وهذه تحركات يومية تشهدها المصارف على سبيل رمزي ولكنها تعبر عن قلق المواطنين على مستقبل أموالهم أولا ولكن أيضا على حاضرها بسبب الإجراءات والقيود التي اتخذتها جمعية المصارف وهنا أذكر أنها تنظيم نقابي وليست سلطة على اللبنانيين لا تنظيم نقابي ولكن هي من يضع القواعد والقواعد السحب وكل هذه الأمور أليس للبنك المركزي أي كلمة في هذا المجال هناك كلمة خفية للمصرف المركزي لم يصدر تعميما بهذا الخصوص لكنه أباح على نحو غير مباشر لجمعية المصارف وهي تنظيم نقابي كنت أقول وليست سلطة على اللبنانيين وبالتالي بسبب عدم وجود قانون يقيد هذه السحبات والتحويل بما يخالف اليوم مبادئ الاقتصاد الليبرالي الحر المعبر عنه في الدستور اللبناني لكن اضطرارا لجأت المصارف بمقتدى هذه التوصيات والتعميم الصادرة عن جمعية المصارف إلى هذه القيود والإجراءات خوفا من تبديد السيولة لديها بسبب تهافت المديعين أي ما يسمى الرش على المصارف والسحبات بسبب عدم الثقة وعدم الطمأنينة إلى المستقبل المصارف في لبنان لديها ملاءة لكن ليس لديها سيولة كافية لتلبية الطلبات المتزايدة للمواطنين للإدخار في بيوتهم وهذا ما يحصل فإذا قرنت ذلك مع أي مصرف في العالم أيضا ستجد أن المصرف مهما كبر حجمه لا يمكن له أن يتلقف كل هذه الطلبات دفعة واحدة وهنا أساس المشكلة أن الدولة لا تتدخل بقانون وربما هذا القانون سيزيد من الضعف في الثقة وأيضا المصرف المركزي لا يتدخل بسبب الاعتبار نفسه فالأمور ملقاة على المصارف على عاطبها وهذه مشكلة دكتور مرقوس لأن السياسة المالية بمجملها السياسة النقدية يضعها المصرف المركزي في الدول المصرف المركزي هذه شغلة تسيير السياسات المالية والنقدية بحيث تسيير الأمور بسلاسة وبسهولة ولكن هذا الدور غير موجود اليوم للمصرف المركزي هناك سياسة نقدية عامة للمصرف المركزي أدت على مر السنين الماضية إلى الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وإن كان ذلك قد أصبح اليوم من الحكايات الأسطورية لأن الليرة فعليا تصرف على نحو مختلف أو بالأحرى الدولار يصرف على نحو مختلف في السوق السوداء الفعلية القائمة والناشطة في بيروت ولا يضاهي أبدا سعر الصرف المصرع عنه في البنك المركزي أنما هذه الإجراءات والقيود كنت أقول المصرفية من حيث السحبات والتحاويل وتقييدها وإن كانت خلفيتها حميدة إلا أنها منافية للدستور ولما بادئه الاقتصادية الليبيرالية حرة لكنها في مجال معين توقف حالة النزيف لدى المصارف بسبب التهافت العارم للمدعين نتيجة فقدان الثقة بالنظام السياسي وعدم تشكيل حكومة وإلى ما هناك من أسباب تتصل بالسياسة العامة في إدارة البلاد والفساد المشتسري وعدم وجود معالجة استثنائية لوضع استثنائي قائم عليه البلاد وذاهب ربما إلى أسوأ منه هذا هو مصدر المشكلة وليست المصارف بعينها التي تريد الحفاظ على ما تبقى لها من سيولة كي تؤمن حاجات المواطنين الملحة وليس فقط حاجات الادخار في المنازل والآن لزيادة الطين بلا كما يقال هناك عشرات الدعاوة كما فهمنا التي رفعها مواطنون على عدد كبير من هذه المصارف بحسب الأخبار دوائر قضاة الأمور المستعجلة والمحاكم الجزائية في كثير من محافظات لبنان يقولون أن هذه الدوائر تغص بهذه الدعاوة تحديدا في بيروت في جبل لبنان وفي البقاع إلى أي مدى هذه الدعاوة تربك هذا المشهد المصرفي المربك أصلا هذه الدعاوة أعتقد أنها آلة إلى البطء في صدور الأحكام إلى حين اتضاح الصورة العامة في البلاد في بادي الأمر جاء أحد قضاة العجلة في خارج بيروت كي يصدر قرارا على يسمى أمر على عريضة أي أنه عندما يلجأ المودع إلى قضاء العجلة فورا يصدر قرار العجلة قرارا يلزم المصرف بالدفع لكن فيما عدا ذلك اتجهت الأمور على نحو المستقر إلى التبادل وحصول جلسات وبالتالي هذا يؤخر بعض الشيء من صدور الأحكام ويهدئ من روع المواطنين من جهة ومن إمكانية الضغط واستنزاف المصارف على نحو متسارع يسبق إمكانية إعادة الثقة إلى البلاد وبالتالي هذا الأمر آيل إلى الهدوء والاستقرار السلبي للأسف الشديد في عدم صدور أحكام جزرية لصالح المواطنين لربما في المقلب الآخر ربما ضارة نافعة هي تنفع باتجاه المحافظة على الاستقرار أو ما تبقى من الاستقرار المصرفي إلى حين عودت الثقة وأعود وأقول أن الثقة هي الأمر الأساسي وعامل الثقة يعود بتشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين وحسب ما يبدو في أوساط بيروت اليوم أن هذه الحكومة إن أتت وهذا أمر غير مؤكد إلا أنها إن تشكرت فستكون من بعض الوجوه التي يمكن أن تحمل اختصاص لكنها ليست بعيدة عن الاستفاف السياسي الحزبي التقليدي مما يجعل أن أدوات المعالجة عبر هذه الحكومة لن تكون استثنائية كما هو الوضع عليه اليوم لذلك يجب الضغط باتجاه تشكيل حكومة نعم من الاختصاصيين ولكن خصوصا أن تكون مستقلة فعليا كي تنهض بالبلاد وأن تعيد إنعاش الثقة والطمأنينة وأن تعيد ذلك إلى نفس المواطنين أولا وإلى العالم الخارجي كي يفرج عن المساعدات والقروض المشروطة تجاه لبنان الكل ينتظر هذه التشكيلة دكتور مرقص الحكومة التي من شأنها أن تعيد أمل أن لا يطول الانتظار هو أطال بالفعل ولكن أمل أن لا يطول أكثر من ذلك شكرا جزيلا لك الدكتور بول مرقص أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جيوستيسيا الحقوقية أهلا وسهلا